موسيقى السلام عليكم اشلونكم طلاب السادس الادابي عساكم وبخير اليوم رجعنا لكم نكمل لكم قواعد الاشتقاط كامل ولا و نكملنا القواعد من الفيديو الذي سبق بس اليوم قلنا نمطيكم مجموعة تسئلة بين وزارية وبين اصلا هي موجودة بالكتابة اغلبها طبعا اصلا الاسئلة الوزارية يهتج من الكتاب مع تغيير بسيط يعني بالسؤال زين خلينا ما نطول عليكم اعزائي وخلونا نبدي بالمثال هذا المثال هذا شي يقول يقول اذا كانت الدالة هذه اي شتري ديابة قال جد جد اف فتح اكس للدالة هذه عندما اكس واحد يعني رايد اشتاق الدالة وعوض لها بواحد انا طبعا قبل لا اجي اشتاق اروح اشوف الدالة هل هذه الدالة دالة اعتيادية يعني ما بيها كسور و جذور هل هي دالة مرفوعة ام هل هي دالة اصية و لو انا قلت مرفوعة القصد احدد نوعيتها قبل لا افدي بالاشتقاق تقول ان بينها ترا هذه الدالة هي مرفوعة الى اص حلو ما دام دالة وحدة و مرفوعة الى اص فاول شي احنش نسوي ان نزل الاس اللي هو من واربعة ده شو كبره نزلتها وبعدين الدالة تنزل بدون اي تغيير مثل مام التفقين و نطرح من الاس واحد شي يصير اتلافل السواحد يقول والله انا عبالي دالة كسرية لا شوف هي الدالة كامل تعتبر دالة مرفوعة انا ما ادري يجوشكو هسا انا لما اقول لك اشتاق داخل القوس فانت راح تدخل داخل القوس داخل القوس راح قبل لا تشتاق هم تشوف شنو النوعية فتقول اقول لك هاي داخل القوس اكو دالة كسرية قلت لك هاي هي اروح نشتاق حسب القاعدة مالتنا حسب قاعدة الدالة الكسرية زيان قاعدة الدالة الكسرية شو تقول تقول المقام اللي هو اكس زاد واحد في مشتاقة البسط اللي هو اكس مشتاقتها واحد ناقص البسط اللي هو اكس في مشتاقة المقام مشتاقة المقام الاكس مشتاقتها واحد وهذا الواحد مشتاقة صفر على المقام تربيع اذا شوي انتبه هذي ربط بين القواعد ذنة اذا دالة مرفوعة اشتقيت اعتياده نزلت العصط طرحت منها واحد. بعدين دخلت داخل القوس اللي قدال لكسرية فاشتقيتها على وفق القاعدة مالتها. وبعد ما انهيت الاشتقاق فتروح تعوض بمكان كل اكس بواحد مثل ما هو قائل لك. وعلى كيفك حتى ما تغلط. الاربعة تنزل. مكان الاكس هذا واحد. هنا واحد زائد واحد. الكل تكعيب. هنا واحد زائد واحد. في واحد ناقص. واحد هنا في واحد. طبعا الموجود. على واحد زائد واحد الكل تربيع. وتيجي هاي اربعة تنزل. هنا واحد. واحد زائد واحد اثنين. الكل تكعيب. زين. واحد زائد واحد اثنين. اثنين في واحد اثنين. واحد في واحد واحد. واحد زائد واحد اثنين. اثنين تربيع اربعة. فبهالشكل هذا البسيط تحسب. هنا الواحد تكعيب واحد. اثنين تكعيب. تقول لي ثمانية. ليه شابه؟ تقول ليه ثمانية. في اثنين في اثنين اهى ايه فاثنين ناقص واحد واحد وهاي اربعة تنزل بين الاربعة هاي والاربعة هاي عملية الضرب فتقول لي هاي بسط وهاي ما قام اذا ممكن نختصرهم ونخلص منهم فيبقى ان الناتج واحد على ثمانية هو هذا ناتج السؤال تمنى يكون واضح السؤال هذا السؤال مهم زين نظل تعالوا تانت ناقش تغيرت هاي الاربعة وصارت ستة تقول لي ما اختلف شي ابد يعني عبالك تختلف فهذه شوية غيرها الاكس خلاها اكس تربيع تقول لي معود اهم شي تفهم الفكرة مو اهم شي تقرأ السؤال وتحفظه وتروح للمتحان بعدين يجا السؤال شوية بيتر يجب تتخربط يا عيني زين اتنا سؤال اخر اللي هو السؤال الثاني من التمارين وايضا متكرر بالوزاري اكثر من مرة عنده يقول هابا هاي دالة قلنا لأي ماشي هم دا نشوفها احنا دالة قال رأي ذاك تشتاقها مشتاقة اولة وبعدين مشتاقة ثانية لبسيطة خلينا بالمشتاقة اولة فجيث با وعت عليها شفتها دالة لو دالتين لا والله طلعت دالة وحدة بعدين ما دام دالة وحدة حددتها مرفوعة الى اس مو كسرية هاي ولا اخلي نقول اعتيادية فما دام دالة وحدة ومرفوعة الى اس اشتاقها اعتيادي انزل الاس اللي هو منه اربعة الدالة تنزل بدون اي تغيير اطرح من الاس واحد ايش صيرت لاه هس في مشتاقة داخل القوس داخل القوس مشتاقة اثنين اكس طلابنا هس احنا اشتقى اشتاقها اقوم واحد تقول اريد ابسطها بعدين عود اشتاق مشتاقتانا قلت لك شون يعني تبسطها تقول هاي لاثنين اكس هاي داخلة على القوس قلت لك ممنوع تداخلها على القوس لأن القوس مرفوع الاس تقول يابه اوكي ما راح نداخلها على القوس راح نضروبها بالا 4 ترق لك راح يصير اثماني اكس من حقك . لين هاي بره صايرة . و هاي تنزل كما هوى . أعزائي هس احنا احنا هو غريب و غريب رقم واحد . تقول ليнибудь ما بعد . بعد رائدك تشتاق للمشتاق ق 0. تقول لي بسيطة. . يلا تعالوا نحدد هذان دالا لقد orthog ليه Leiتين ؟ الثاني دالة هنا مصلة youtuber . . زين اول شي Elliott 56 frase جلدى يعني من هاذي bust الحدور لأن بيها متغير ؟ وهذه هم دالة اللي أن بيها متغير تقول لي يعني لو هذي ما كان بيها متغير لحت شان اعتبرناها دالة وحدة اعتيادي ونزلنا العسو الى اخره بس هس دوال اثنين كل وحدة قالت عندي متغير خاص بي يعني انا ما اختلف عنك تعارى كمبيناتا اصلا قال ان انا ما اختلف عنك انا هم عندي متغير انا دالة وحدة قالت العمي دالة وحدة شو تشفينا شرج هاي هي اذا انزلنا دالتين طلابنا الاعزاء لما نجي نشتق الدالتين اراح شن سوي انزل الدالة الاولى مترضى قالت انا اشتق وحدة يقولنا العمي نزلي الدالة الثانية دالة مرفوعة الى اص زين الدالة المرفوعة الى اص وشون نشتقها تقول لي انزل الاس وانزل الدالة كما هي اطرح من الاس واحد يصير اثنين فيه مشتق داخل القوس اثنين اكس هاي شنو هاي اشتقيتها وكأنما انا بالقاعدة اللي قبلها يعني وكأنما دالة مرفوعة الى اص فشي اكيد اشتقها حسب القاعدة ينزل الاس اطرح من الاس واحد اشتق داخل القوس هي شي طبعا هسه زال الدالة الثانية تنزل نزلتها كامل الدالة الثانية راح اشتق الاولى اشتق الاولى حسب قاعدتها قالت هي يعني مشتقتي ثمانية بس منها لها ها هي احنا اشتقينا المشتقة الثانية هو طلب مني اعوض بالمشتقة الثانية باثنين فراح اعوض بالمشتقة الثانية بعدد اللي هو اثنين خلي نجي نشوف شي صير ثمانية في اثنين في ثلاثة في اثنين تربيع ناقص ثلاثة الكل تربيع يعني уدل التعويض اعتيادي وهسي تجي تحسب على كيفك اثنين به اثنين ستة عشر ستة عشر به صفراسة الสโ gib اثنين تربيع أربع ناقص ثلاثة separate اثنين في اثنين أربع زال اثنين تربيع catch ناقص ثلاثة واحد تكعيب في ثمانية ضربهم 48 فيه 48 فيه 4 يطلع 192 1 تقعي ب1 فيه 8 8 إذن النتيجة 200 هي هذه ناتج السؤال هذا أو ناتج المشنقة بأنه يكون واضح سؤال آخر طلابنا أول ما أجيت بواعد شاهدتهم دالة لو دالتين لقيتهم دالة وحدة قلت الحمد لله حتى ما تتعارق كمية ناتج لأن الدالتين بصراحة ورطة فاش راح نسوي تقول لي عيني هاي دالة وحدة روح اشتاقها بس قلت لي آخي هذي هم كسرية وهم جذرية ما تقول لي شون اشتاقها قال لي احنا ممتقين الجذر نحولها إلى أس قلت لي بس هذا الحجي قبل الاشتاقاء قال لي قبل لا تشتاقي يا أخي روح حول الدالة من جذرية إلى أسية لبسيطة هذي بش راح يصير عندنا الأس واحد على اثنين اثنين اكزاز واحد طبعا ليش واحد طلاب لأن الأس واحد واثنين نوعية الجذر هسة تقولون هسة نشتاقها واحد قام يصيف منها قال علي كيفكم لا تشتاقونا يا بلي اش ما نشتاقها قال لي اخي هاي مو دالة كسرية قلت لي بلي قال الدالة الكسرية بسطة ثابت لو مو ثابت قلت لي بلي والله ثابت قال اخي در ارفعها فوق واشتاقها براحتك قلت له والله يا بهم صحيح بس سرى راح يصير الاس سالب قال عادي عادي يصير سالب واحد على اثنين قال شوف هسة شور رايحتك هاني لا كسرية ولا مقامه مشتقد بسطة دوخة قلت له والله عاشت هيدك هسة طلابنا هاي صارت دالة مرفوعة هسة راح يبلش الاشتقاق دير بالك يقول له هاي افتهمتها يلا انزل انزل تعال هنا لا تخاف ما نسوي لك شي فنزل فعلا الاس واثنين اكس زائد واحد الكل راح نطرح من الاس واحد المقام يبقى ثابت اثنين البسط سالب واحد ناقص المقام اثنين يعني تقول سالب واحد ناقص اثنين هيصيرون سالب ثلاثة على اثنين في مشتقد داخل القوس داخل القوس مشتقد الواحد صفور الاثنين اكس اثنين هسة تقول لي هسة السالفة بسيطة الاثنين هاي مقام وهاي الاثنين تعتبر بسط لأن مقامها واحد قلت لك راحا تقول لي وهسة احنا كمنا اشتقاق بس رايدك تبسط لياها قلت لك يعني شا سوي لك مثلا تقول لي الاس السالب لازم ينزل للمقام يصير موجب لك هاي بسيطة هاي اثنين اكس زائد واحد الكل اس ثلاثة على اثنين وهسة تقول لي هسة هاي سالب واحد فوق بعد رايد مني شي تقول لي اي والله رايد منك شي انك اترجع لياها الاصل هذا مو جذر هذا لواني متوهم قلت لك فعلا هذا جذر تربيعي سويت لك جذر تربيعي والاس ما لك تكعيب لأن هذا شي يمثل يمثل الاس رجع بها الشكل هذا هسة طلابان اشتقيت الدالة بسبق عليها شغلة وحدة اعوض لبيها بصفر لأن هو قال لي انا رايد المشتقة عند الاس يساوي صفر فبكل بساطة راح اجي اعوضه بمكان كل اكس بصفر وانطلع ناتج وانتهي هنا سالب واحد ينزل الجذر التربيعي ينزل اثنين في صفر زائد واحد الكل تكعيب يعني سالب واحد على اثنين في صفر صفر زائد واحد واحد والواحد يطلع من تحت الجذر واحد سالب واحد على واحد سالب واحد هو هذا ناتج الاشتقاق تمنى يكون ضبطتم موضوع الاشتقاق اذننا الخمس فيديوهات اللي كل واحد ما يتجاوز العشر دقائق او شوية اكثر رايدكم تضبطون قواعد الاشتقاق اش قد ما تقدر ليش لأن هن أساس الفصل الثالث والرابع فرايدك تركز عليهم فهد مرة لأن راح نبدأ ان شاء الله مواضيع اخرى مريد نتناقش كل شوية بالاشتقاق لا تنسون طلاب يا الاعزاء تدعمون القناة وتشاركون الرابط وتشتركون طبعا قبل لا تشاركون الرابط ولايك للفيديو حتى يوصل لكل اصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته